إلغاء عمل اللجنة العراقية التي تتولى ملف مقاضات الاحتلال الإسرائيلي والتحالف الدولي عن قصف المفاعل النووي العراقي ومنشآة نووية والتي تقدر قيمة التعويضات فيها بآلاف تريليونة الدولارات هذا آخر ما قرره السوداني بذريعة مفادها أن إسرائيل ستطالب بتعويضات عن عقاراتها المصادرة في العراق بحسب ما كشف عنه هاتف الركابي وهو أحد أعضاء اللجنة التي لم تنهي عملها بعد كان من المفترض أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي بعد عقود من العمل حول تعرض العراق لأبشع تلوث إشعاعية وأسوأ كارثة بيئية في العالم عقب تدمير منشآته النووية بعدوان إسرائيلي عام 1981 وضربات التحالف الدولي بين عامي 1991 و2003 ما تسبب بتدهور بيئي في العراق بلغت كلفته أكثر من 84 مليار دولار وتلوث نحو 3700 منطقة وتهديد مليون 600 ألف عراقي ليست القضية بحسب مراقبين قضية اتفاق عابر بين دول تقدم بعض التنازلات لبعضها البعض حتى يتخذ السودان هذا القرار بل هي قضية أرواح ملايين العراقيين إذ أكدت اللجنة العراقية أن الدول المتحالفة قتلت أكثر من مليون ونصف المليون عراقي بعدما ألقت أكثر من 340 طن من الرؤوس النووية التي تسببت أيضا بارتفاع نسبة السرطانة والتشوهات الخلقية التي فتكت وتفتك بالشعب العراقي حتى هذه اللحظة على الأقل أرقام تشير إلى حجم الكارثة وتورط إسرائيل وقوات التحالف بملف يجبرهم على تعويض العراقيين بأرقام فلكية وذريعة يؤكد مراقبون أن السودان استخدمها على هزالتها بتبرير إلغاء عمل اللجنة وأنقاذ إسرائيل من المساءلة ودفع التعويضات لا يمكن تفسيرها إلا بتلبية الأخير لمطالب الغرب تحت ضغط أو صفقة سياسية ضيقة لا تتعدى مصالح حزب أو مجموعة أحزاب يجمعها إطار واحد